تحية خاصة لكم عشاق الرجاء وحييكم أينما كنتم في عدد جديد من الموجز إخبار الأسبوع الخاص بنادي الرجاء حيث نتابع إياكم آخر حصة تدريبية قبل توجه الفريق لمدينة القنيطر المواجهة النادية القنيطرية المحلي لكن في الفقرة الأولى سنتابع إياكم تصريحات اللاعبين خالد العسكري وعم جليل الجبيرة حول أداء الفريق في المباراة الأخيرة وأيضا المجهودات المبدولة بقبل المكتب الموسير والطاقم التقني لإعادة الفريق للسكة الصحيحة نتابع بسم الله أحمر رحيم أول حاجة كنا نعتذر بالفعل الجماعية الرجاوية نحن كنا بإسمي وإسم اللاعبين كنا نظن الطاقم الموسير ولا المكتب الموسير ولا الطاقم التقني ما كيتحملنا سنسؤولي من النتائج آخيرة فحنا كان لدينا واحد طغط كبير ربما النتيجة حسنة كدير هي الأثرات علينا نحن عارفين على الأعين بالمسؤولية التي علينا لكن كنا نحتاج لتعمل الجماعية الرجاوية بصراحة كي شاف جميع الجماعية رأى الجماعية رأى الجماعية يشوفون كل شيء الحمد لله نحن نحاولون تدركوا الموقف إن شاء الله الحمد لله نحن نحن نحققوا النتائج اللي تتشرفت للنادي عدب موسيقق الحمد لله ناتجات من القنيطان و ادعب人 ان شاء الله ربما النتائج الاخبار مهمة من smiles ربما للتنطفل حل源 خلال فقرة تانية مشاهدنا من الموجز إخبار الأسبوع الخاص بهذا الأسبوع سنتبه وإياكم كالعادة استعداد الفريق لللقاء المقبل والذي سيجمع فريق الرجال بيدوي بالنادي القنطرة السبت في الثالثة زولا فكيف هي الاستعدادات أول حاجة الحمد لله رغم النتائج السلبية لحقنا قم ظلنا نمتعدين عن الصدارة فنقطتين كما ذكرتين ماشي شهاجة كثيرة المقابلة المقبلة ضدنا نقل نتعاري المقابلة حتى هي ماشي سهلة كنظلنا نحن أعزمين إن شاء الله باش نعودوا بثلاثة النقاط باش ندائما نبقوا في الصدارة اللي كانت منها كما قلت لك فأول حاجة نشير لها فالإنجز لحق فريق الرجال البيضوي في كأس العلام فمحقوش باللاعبين فقط فالدول الكبير اللي قام بير جمال رجاوي هو لخلال اللاعبين يعطيهم واحد الحمز كبير باش نحقوضوا بكل نتائج كبيرة فإننا كذلك كنت سنوى الجماهير الرجاوية وكنت سنوى الدعم ديالها لانا كما قلت لك في مرحلة سفارة واللي كانت منها بشمات طويلة فإن كنت سنوى الدعم ديال الجماهير فأكيد ندرجه إن شاء الله لسهد النوقات إن شاء الله البحث عن إعادة التوازن العنوان الأبرز لمباراة السابت أمام النادي القنيطاني والهدف الأسماع العودة بالثلاث نقاط لمدينة الدار البيضاء مهمة صعبة لكن ليست بالمستحيلة هذه تحيات فريق العمل ومعيدنا بكم يتجدد الأسبوع المقبل إلى اللقاء